نظمت الأمانة العامة لاتحاد أدباء وكتاب الجنوب حفل إصدارات فروع الاتحاد لعدد من الكتاب الجنوبيين بحضور عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي فادي حسن باعوم وكد باعوم استمرار دعم قيادة المجلس لكافة مثقفي وأدباء الجنوب مشيرا إلى أهمية الدور الذي يطلع به اتحاد أدباء وكتاب الجنوب في تعزيز الهوية الجنوبية وترسيخها وعلن رئيس اتحاد أدباء وكتاب الجنوب الدكتور جنيد محمد الجنيد خلال كلمة عن تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الرئيس القائد عيدروس الزبيدي الإصدارات الأمانة العامة للاتحاد بعد نجاح الإصدار للمرحلة الأولى من هذا المشروع الثقافي وخلال الحفل الذي حضره عدد من قيلة الانتقال وفريق الحوار الوطني الجنوبي ألقى عدد من الأدباء والمثقفين الجنوبيين مقتطفات من مؤلفاتهم